ترجمة نانسي قنقر القصف والدمار والحرب مثلا تدمير مدينة حلب استغرق سنوات للدمرد وهو مدينة كاملة من سكان محليين أو مدينة مستضيفة للاجئين الدمرد بتلد قاية عن بكرة أبيها إن شلت حركة المدينة والحياة فيها مباشرة ما في خدمات ما في كهربا ما في موئي ما في بنا تحتية صالحة ما في أي مكان ما في منزل صالح للحياة بهذه المدينة تجارب اللي هنكي بسوريا كانت تجارب إنه شلون بسيطة يعني كل يوم حادث قزيفة صاروخ حاوية برميل الطيران يضرب كذا بس الشي هذا يفوق كل ما مر هذا ما ممكن إنه الواحد يتصور هداك مر علينا هداك مرحبا مش لأنه ما في ولا بيت صالح للعيش في أنطاكيا فما في مكان يقوي الناس غير الشارع إحنا صارنا أربعة أيام موجودين هنا عمنا نام بين الناس بشروارع بدرجة حرارة ثلاثة مئوية بالليل ما في ولا مكان أطفال نساء الشيوخ بر ناس مصابين أصلا في ناس نرد موائع عليهم طالعين بحالات مرضية صعبة في ناس طالع فيهم كسور هدول الأشخاص الموجودين عم بعانوا الأمرين بهالأيام تمام 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 ترجمة نانسي قنقر